بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم أخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أمين كنت بتكلم مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت عن الخشوع وقلنا الخشوع معناه الخضوع التذلل الانكسار التواضع مطلق لانقياد لله سبحانه وتعالى قلت إن كلمة الخشوع جاءت في القرآن الكريم بعدة معاني جاءت بمعنى الذل في قول الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وجاءت بمعنى سكون الجوارح ققول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وجاءت كذلك بمعنى الخوف كما ورد في صورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات اسمع ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذكر سيدنا زكريا وذكر زوج سيدنا زكريا وإن زيدنا زكريا طلب من ربه الذرية رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعني كانوا بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى يبقى تأتي كذلك الخشوع يأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيه؟ بمعنى الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى كذلك تأتي بمعنى التواضع الخشوع كلمة الخشوع تأتي في القرآن بمعنى التواضع استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني الخاشعين يعني المتواضعين يعني المتواضعين وربنا في القرآن الكريم إن الذين هم من خشيات ربهم مشفقون يعني بيخافوا من ربنا بيتواضعوا لله قلوبهم بتجل عند ذكر الله جل وعلا واجلت قلوبهم عند ذكر مولاهم سبحانه وتعالى ذلك التواضع دا سيمة من سيم الأنبياء والصالحين تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكك الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع يبقى بيعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الخشوع بمعنى الخضوع يأتي في القرآن بمعنى الذل يأتي في القرآن بمعنى سكون الجوارح يأتي في القرآن بمعنى الخوف والخشية يأتي في القرآن بمعنى التواضع كذلك كلمة الخشوع أو الخشية تأتي في القرآن الكريم بمعنى اليبس والجمودة قال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير يبقى الخشوع له فوائد إننا هخضع لله هنقاد لأوامر الله هتذلل لله هنكسر لله هبقى متواضع لله هبقى خائف من الله هيبقى عندي خشية من الله سبحانه وتعالى كل ذي معاني الخشوع السؤال المهم إزاي أخشع في صلاتي إزاي أصل لقول الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون أقول لكم إزاي نقشع في الصلاة بعد الفاصل خليكم معانا وصلوا على الحبيب